موسيقى ولي العهد السعودي ورجل مملكة القوي محمد بن سلمان أطلق حملة مزعومة لمكافحة الفساد في البلاد التي تعبث عائلة آل سعود بمقدراتها منذ عقود الحملة طالت أكثر من خمسمائة شخصا من بينهم أمراء سعوديون وفي مقدمتهم الملياردير الوليد بن طلال مع تجميد حساباتهم المصرفية ووضع اليد على ممتلكاتهم التي تقدر قيمتها بـ 800 مليار دولار أمريكي لكن ما يثير حيرة المراقبين هي الدوافع الحقيقية لهذه الحملة المزعومة لمحاربة الفساد لأن قائدها محمد بن سلمان غارق في الفساد من قمة رأسه وحتى أخمص قدميه فهذا الشاب الثلاثيني ومنذ تصدره للمشهل السياسي في المملكة قبل ثلاث سنوات عرف بفساده في خضم الحرب التي شنها على اليمن عام 2015 كشفت وسائل إعلام دولية عن إحيائه لحفلة في إحدى جزر المالديف بكلفة ثمانية مليون دولار وعقب ذلك اشترى يختا بقيمة خمسمائة مليون دولار أمريكي وأما والده الملك سلمان فقد أنفق خلال زيارة واحدة إلى المغرب مبلغ مئة مليون دولار أمريكي فيما يهيمن أخوته على العديد من الشركات الاستثمارية في السعودية ولذا فلا يبدو شعار محاربة الفساد الذي يرفعه بن سلمان مقنعا للمتابعين الذين يرون أن لهذه الحملة أبعادا أكبر ومنها تعبيد الطريق نحو اعتلائه العرش وقرصنة ما يقارب التريليون دولار لأن بن سلمان بعيد كل البعد عن النزاهة والشفافية وفاقد الشيء لا يعطيه ترجمة نانسي قنقر